أخبار الصيادين العراقيين وأزمة المياه باتت الشغل الشغل للعراقيين في وسائل التواصل الاجتماعية والبداية مع العنوين حتى نتعرفها على ما تحمل من تفاصيل في العنوان الأول خفر السواحل الكويتي يدهس زورق صيد على متنه ستة صيادين عراقيين أطلق صراحهم لاحقا ثم نذهب إلى معاناة ألاف المواطنين في البصرة ومحافظات عدة بسبب انقطاع الكهرباء وشحنية المنسالة بعد ذلك نتجه إلى لعبادي الذي بدى متناقضا ومناقضا لذاته حين قال إن الوضع في العراق لم يصل إلى حد الهزمة المائية أما الختام فسيكون مع مهنة السراجة في العراق والتي تقاوم رفضا للاندثار أهلا بكم البداية مشاهدين العزاء مع خفر السواحل الكويتي وتفاصيل الحكاية وما حدث تماما هناك يوضحها لكم المقطع التالي نشاهد معا هذا الدوري الكويت خفر السواحل قرق البلم نحن ناس عراقيين سماتش لا تهتدوا كابتل أنا ميت أتي بحكوين ماترو أنا ميت ومخلصوا من الدنيا هذا الدورية الكويتية دعمت الزورة قرقته وعندنا واحد ميت يجي أخذوا النقال خلوا واحد يأخذوا النقال يمشي لا 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 اطلع لا 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 اطلع يطلع يطلع ثم النظرات يريد تكفلهم وبسدرك ايه اسا احنا نفكر ببلم انتو تعرفون اسلام هسا هيبنا صاحبنا احنا نودين هالقائبة بعد ذلك حصل أن أطلق سراح صيادين على خلفية قيام القنصلية العراقية في الكويت بتصوير الصيادين وإظهارهم في الصور بشكل يهينهم نتابع هذا المقطع الذي يوضح جانبا مما حدث وفيه أيضا رأي عينة من الشارع العراقي تجاه القضية بلسان من يقولها السلام عليكم مبروك مبروك على صورة السلفي والجماعة الصورة الجماعية اللي رتبتها هذه الصورة طبعا القنصلية العراقية في الكويت مبروك والله والله خزي وعار لك أنتم تأخذون صورة وياهم ويذول الشباب الصيادين العراقيين وناشرين الصورة وإنتم قوتكم وإنتم العراقيين ما تستحون وطلعون الحفات حفاية كانوا مشون المجرمين الأرهابيين ذول الشباب ذول أهل الفاو ذول أهل مدينة البصرة ذول مو مجرمين ذول صيادين كانوا بمياه الفاو العراقية مياه عراقية احتقلوهم أنتم قاصين وياهم جايبينهم وشون مدنقين وشون مسوين عمل أرهابي زين منين يجي نحترام إذا أنتم طالعينوا ياهم بهذه الصورة ليش 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 بس قلي ليش شوف 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 شون حفاية والله العظمي شون منظر منظر يطيح قيمتك وطيح قيمة البلد وطيح قيمة ذولة الفاسدين البائسين الواقفين وياهم فياريت من الشعب أي واحد مرة يشوف هذا الفيديو يتعرف لي على صور ذولة أو يودي لي صفحتهم خليني شوية أن أقعلهم شوية ما تستحون ولكم ذول أبناء البلد يطلعون بهاي لهي حتى صدام حسين ذاك الدكتاتور من كان يسلم الأسرة الإيران يلبسهم ملابس نظيفة ويطيهم قرآن حتى يبين قدام الأمم المتحدة بأن ذول مرتبين وكذا ما سوينا لهم أي شي للحقوق الأسرة ذولة ولد شعبكم ذولة بناء الجلدة طلعونهم هيك يا حفاي ليش لين راح يصدون سمت وإنتم منه وإنتم أنت هذا بالقاط وذولة أنتم من جماعة القوط الماخدين صورة على أساسهم يسويين إنجاز على أساسهم حررينهم على أساسهم طلعينهم مدرمنيا من داعش لك والله ما تستحون فشلتونه ولو باقيين بالسجن بالكويت أشرفهم مؤفضل لهم يا رئيس الوزراء ويا وزير الخارجية يا أبراهيم الجحفري يا المارد يا أخي أنت كل عقليتك عمرك 75 سنة ما شفت هاي الصورة ما جبت ذول الموظفين ورزلتهم مو ذول ولدنوا شبابنا بهذا المستوى يعني نسجنوا ونذلوا ومن طلعوا هم نذلوا ومنين نذلوا ترموا من الكويت لا لا من أبناء الجلدة من ذول جماعة القوط الميستحون اللي يطلعوهم بهاي الهيئة مو عيب شم سوين ذولة لأن راحوا على مويد أرزاقهم شحتي بلد وكل حواسل وأنا متأكد ذول اللابسين قوط قبل شانو هل إنساك تلت الآن إلى معاناة أخرى إلى معاناة ألاف مواطئي قضاء الزبير في البصرة بسبب تواصل انقطاع الكهرباء نتابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاليا موجودين دائرة كهرباء الزبير طبعا المسؤول عليها صباح بدران اليوم هو إجازة لأن استشهاد الإمام علي استشهاد الإمام علي أبو الإنسانية ومخلي الناس كلها طابقة من الصبح الهسة زيلولا المحولات كلها طاقة والعالم عم شاب عظيم الله وكيلكم محمد كافيلكم منامس لليوم بيتين حر أهل الزبير عمي درجة الحرارة وصلت فوق السبعين الله وكيلكم محمد كافيلكم باعوا الناس باعوا الشكاوي باعوا غرفة الشكاوي هذه غرفة الشكاوي متروسة عالة عمي الله وكيلكم محمد كافيلكم زيلولا من الصباح الهسة واكفين كل ساعة يقولونني هسا راح تجي تطلع سيارة وتطلع سيارة كل خمس ساعات ستساعت يجوون يقولونني تطلع سيارة طبعا هاي السيارات شقالة بس ما حط بيها سواق زيان الموظفين هنا لقيتهم نايمين اذا ما تسوون نحل اليوم يا صباح بدران الله وكيلك محمد كفيلك الفهداوي يمك الشغلة ورئيس الوزراء يمك الشغلة عمي متنا احنا هل الزبار باوع السيارات شقالة السيارات شقالة ما بين شي بس ماكوا موظفين امطلحوا ما درش تسالفه عمي حالة طارية جهانا ماتوا دولة عمي شوفوا عمي شوفوا العالم شوفوا السيد كلها عمي العالم كلها جاهدة ومن الصباح لأسه والموظفين جوا نايمين المنطيع مجازب كيف ليست الكهرباء هي المشكلة فحسب مواطنون ايضا في قضاء الزبير اكدوا انه لا ماء في القضاء منذ ستة ايام نتابع السلام عليكم حاجة هاي المدى القضاء هاي الباب مالا مكفو هاي العام في كلا المنطقة وكباب هاي المضخة صارنا ستة ايام بدون ماي وبالمضخة يجي بس الصبح ويروح هاي صورت لك فيديو حتى لا اكون شذاب وهاي كلها واحنا ترى ما عدنا ما عمي الله وكي لك صارنا 15 يوم ما عدنا شلع ماكو صارنا بالعشرة نبقى مشاهدين العزاء مع أزمة الكهرباء والمياه لكن هناك من يصف واقع المياه في العراق بأنه ليس أزمة إلى المستوى الرسمي الآن العبادي يقول إن العراق لم يصل حد الأزمة بخصوص الجفاف نتابع معا هناك خطط وإجراءات سليمة لتأمين الموارد المائية وتوجد إجراءات على الصعيد الداخلي والخارجي لهذا الأمر الموضوع لم يدخل في خانة الأزمة شحة مياه موجديدة قديمة خصوصا أن الموسم لهذا العام كان قليل الأمطار في مجاري الأنهر أو منابع الأنهر وقليل الثلوج في منابع الأنهر كذلك هذه حقيقة حتى بالعراق عندنا كانت قلة أنطار هناك شحة بس موصلت إلى حد الأزمة الحمد لله ماء الشرب متوفر المواطنين والحكومة أيضا لديها خطط لتوفير المياه للزراعة خصوصا الزراعة الصيفية وزراعة محصول الحنطة للفلاحين لا يوجد قلق من هذه الناحية الموضوع من وجهة نظر العبادي لم يصل حد الأزمة لكن ماذا يقول حينما يسمع وزير الموارد المائية التابع له وهو يظهر بكلام مناقض للعبادي وزير الموارد المائية يتحدث عن أزمة حقيقية وقال إن الجفاف في العراق قادم لا محالة نتابع موقف يعني أكثر وضوحا أخوان هذه الأزمة التي نشاهدها هي ما صارت يعني اليوم أو البارحة أو قبل يومين ثلاثة يعني هي كانت من فترة وإحنا أشرنا إلى هذا الأمر حذرت وزارة موارد المائية منذ تسعة أشهر من حصول شحة مائية صيفية ودعت الاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهتها وقد استجابت الحكومة لهذا التحذير وشكلت لجنة العليا متعدد للأطراف تمثلت بها وزارات الزراعة والداخلية والدفاع والصناع والكهرباء والإسكان والإعمار والبلديات وشمكة إعلام العراقي لتنسيق الاستجابة الوطنية للشحة المحتملة اجتمعت اللجنة المذكورة وأقرت خطة مواجهة الشحة وهي متاحة وموجودة أيضا بإمكان تزويدكم بها إنكار وجود الأزمة ليس كل ما ظهر لعبادي وهو يتحدث به نعود الآن إليه وهو يقول إن العراق لا يحتاج إلى بناء السدود حاليا نتابع السدود الآن نصف مليء يعني ما مملية حتى نبني سدود أخرى هي مو عدنا مشكلة السدود مليئة ونحتاري وين نحط المي السدود الحالية غير مليئة يعني لو عدنا السدود أخرى كان معدنا مين مليها معدنا المي مدى يجي المي اللي شحت المياه هذا العام المي قليل فالسدود الحالية لم يتم ملأها يعني سد الموصل ناقص سد حديثة ناقص سد البندخان ناقص السدود الأخرى أيضا كلها ناقصة يعني مو بالطاقة القصوى بل دون القصوى بكثير بسبب شحة المياه بس أنا أطمن المواطنين الخزين المائي الموجود الآن يكفي مياه الشرب لا خطورة عليها اتخذنا مجموعة إجراءات حتى مع انخفاض مستوى النهر لهو متوقع ربما إذا استمرت شحة المياه حتى هذا اتخذنا إجراء لمعالجته لنتعرفون منصات تصفية المياه موجودة في الأنهر وقد ما نازل إلى عمق يكفي إذا نزلت إلى نور هذا دون العالجة عالجنا بغداد ودون العالج كل المحافظات الأخرى إذا نزل مستوى النهر فما الشرب ما بي مشكلة الزراعة ربما يصير اتخاذ إجراءات لتقليل المساحات للزراعة التي تستهلك كميات مياه كبيرة وكانت تصارد قبل سنتين الآن إلى الموضوع الأخير في زاوية الأخبار الحرة مشاهدين الكرام والتي اتدى ولها ناشطون عراقيون عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وصلنا الآن إلى سراجة في العراق وهي مهنة تقاوم حتى لا تندثر نتابعنا طبعاً السراجة تعود إلى وقت قديم ما يقدر أن نحددها يعني وهي ما نقول بذل خليقة يعني إنسان عموماً يحتاج إلى مستلزمات استخدام الجذة بمستلزمات ثانية اللي هي السراجة طبعاً كأحزمة أو كأخطية بالنسبة للعهود القديمة يلبسها في سبيل التدفئة وهي عدة أنواع تبدأ من السراج تنتهي للأحزمة لأغلفة الإسلاح جزادين نسائية رجالية ومشاكل امتهنت هاي المهنة قبل حوالي 30 سنة طبعاً امتهنتها عن طريق والدي اللي علمني عنها علمني على أسرارها وكيفية العمل طبعاً وضع الاقتصادي والظرف اللي ينمور به من ناحية الاستقرار وإضافة إلى الاستيراد المفتوح يعني بدأت يستوردون من كل دول العالم خاصة من الصين من تركيا من سوريا فبدأت هاي المهنة بالإعراق تظنى حل وتوقف الآن إلى فقرة آراءكم عمال التنظيف في شعبة الخورة وسط البصرة يحتاجون على عدم صرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر ومصدر في بلدية البصرة أكد أن سبب التأخير يتعلق بإجراءات التدقيق نتابع الآن وإياكم مقطعاً مصوراً ثم نقرأ وإياكم أبرز ما ورد بشأنه من تعليقات نتابع مصوراً موضوعاً ما بدأت تحديز إذن هو جانب من الاحتجاج سواء اتفقت معه أو لم تتفق فهو يعكس حال تحدث بالعراق لمواطنين يعملون ويواصلون عملهم ويحتاجون أن يقضدوا رواتبهم إلى التعليقات بشأن هذه القضية في التعليق الأول أهاتف اسمي تكتب تشانون 450 هس سووها 360 بمكان ما يزودوهم ويقولون خطية نقصوهم هذه تتحدث عن فكرة أن المواطن المعدم في العراق هو فقط من تتحكم الدولة أو من يقف على شأن هذه الدولة يتحكمون بأرزاق العباد من الغلابة والمعدمين والكادحين فيخصمون من المبالغ القليلة التي بالكاد والتي ربما من المؤكد أنها لا تكفي يخصمون عليهم ولا يؤطونهم أي من حقوقهم للأسف إلى تعليق جديد في التعليق التالي مراد الخالد يكتب ليش ما تأطوهم رواتبه؟ عامل نظافة وهذا حقه وتقولون البصرة منظيفة مراد يتحدث عن حالة مجتمعية ويقول إذا كنا نحن غاضبين بسبب ما يحدث في البصرة من تكدس لأكوام النفايات الأولى بك أيها الحكومة أن تصرفي حقوق هؤلاء العاملين في مجال النظافة حتى تعود البصرة وغيرها من المحافظات إلى سابق عهدها والآن إلى تعليق جديد في التعليق التالي حمد المنصوري يكتب تدقيق ثلاثة أشهر وما ذنب هؤلاء المساكين ورمضان عليهم والعيد قادم شوي يخافوا الله مو ما عدهم صرف ماكوا يا أهل التبريد والحماية تتقوا الله في شهر رمضان حمد المنصوري هنا يتحدث عن من؟ يتحدث عن المعدمين والفقراء في العراق بشكل عام الآن إلى التعليق الأخير في التعليق الأخير شكري يكتب لو برلمان ينطون راتب لو موظفين بوزارة قوية مثل النفط ينطون حتى مكفآت أرباح بالملايين بس هذا بالبلدية وين العدالة؟ بالفعل سؤال برسم الإجابة في العراق أين العدالة؟ الآن نذهب وإياكم إلى تويتر دجلة ينعبر مشي هو هذا الهاشتاغ الذي نشط خلال الدقائق أو خلال الساعات القليلة السابقة نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي ضيلت في الوسم الإلكتروني دجلة ينعبر مشي مروان يكتب يعتدنا على القتل وعلى التفجيرات وعلى مناظر الدم وعلى فقدان الأحبة وعلى المرض وجربنا كل أنواع الألم لكن هل سنعتاد على موت شريان الحياة وعلى صانع تاريخنا وحضاراتنا؟ شوكت يصحى الشعب النايم دجلة ينعبر مشي إذن هناك حالة ترفض وصخط شعبي على تقصير الحكومة فيما يتعلق بحالة النهر نهر دجلة والفرط وما يحدث في مختلف الثروات المائية هناك في العراق إلى تغريدة جديدة في التغريدة التالية يوسف يكتب عندما يكتب التاريخ فسيحمل الحكم الشيعي كل ما حدث بعد 2003 على اختلاف كان صحيح أم لا مع أن أهل الجنوب شبعوا جوعا وفقرا وشهداء لكن قادتهم ما يبالون إلهم ولا لدمائهم الجنوب بحاجة إلى ثورة شبابية حسينية حقيقية هذا ما قاله يوسف ويبدي من خلاله اعتراض المحافظات الجنوبية على السياسة الفعلية ومن يقف على يعني سقف المؤسسة السياسية في العراق اليوم إلى تغريدة ثالثة في هذا الموضوع دجلائي عبر مشي رؤى تكتب المتستر أفسد من الفاسد إذن هي نصيحة ومعلومة وفهم واضح لطبيعة الأحداث من مواطنة العراقية والآن إلى تغريدة الأخيرة في التغريدة الأخيرة عايشة تكتب ويقول لك هالبلد راح يصير برأسه خير فاليوم الله ليستر من الجاي دجلة ينعبر مشي للأسف الآن نذهب وإياكم إلى المقاطع المصورة ترجمة نانسي قنقر في المقاطع المصورة مشاهدين الكرام اخترنا لكم هذا المقطع من جمهورية رواندا في إفريقيا تعالوا نتعرف على محتوىه معا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد فقر وحروب أهلية واحتلال خارجي وظروف صعبة استطعت رواندا أن تنهض ذات النموذج لنسحبه أيضا ونطبقه على العراق لكن في ظل وجود هذا المستوى السياسي وأقطاب هذه العملية السياسية على ما يبدو أنه من الصعب في الوقت الراهن أن تصبح العراق اليوم مثل رواندا وكيف أصبحت عليه حاليا مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من تواصل.com ألتقيكم غدا بحول الله إلى اللقاء